السلام عليكم حياكم الله متابعيني معكم لالد وصفة اليوم المضغوط اليمني او كبسة الدجاج بنسميه مضغوط لانه بنطبخ الدجاج والرز مع بعض في قدر الضغط تابعوا معايا طريقة وخطوات المضغوط شاوضح لكم بعض التفاصيل عشان يطلع معكم مضغوط والرز يكون نثري في البداية شاوضح لكم مكونات المضغوط نحتاج كوب بصل مقطع الى مربعات وحبتين طماط مقطع الى مربعات ونص حبة فلفل بارد مقطع الى مربعات وثلاثة قرون فلفل حار وملعقة صغيرة زنجميل مهروس وملعقة صغيرة ثوم مهروس وملعقة صغيرة كركم مهروس وثلاث ملاعق كبيرة معجون الطماطم وحبة دجاج مقطع الى اربعة اجزاء وثلاثة اكواب رز مغسل ومنقوع وعندي البهارات الصحيحة اوضحها لكم عبارة عن عود قرفة وحبة هلومي وثلاث الى اربع حبات هيل وثلاث الى اربع حبات زر وملعقة صغيرة كزبر الناشفة وملعقة صغيرة فلفل اسود حب وحبة مكعب ماجي ممكن تستغنوا عنها وتستبدلوها بملعقة من البهارات المشكلة اي بهارات مشكلة موجودة عندكم وبسم الله ونبدأ بالطبخ في قدر الضغط اضيف ربع كوب زيت زيتون او اي زيت بنستخدمه ونضيف البصل ونقلبه لما يذبل فقط عشان ندي مجال للبهارات الصحيحة تتقلب مع البصل وبعد ما يذبل البصل نضيف البهارات الصحيحة ونقلبها لما تطلع ريحتها وتبدأ تتحمص اشيل الماجي على جنب واضيف فقط البهارات الصحيحة وبعدين نضيف الثوم المهروس والزنجبيل والكركم واذا مش متوفر الزنجبيل والكركم فرش ممكن نستبدلها بالمطحون البودر بس نضيفها وقت اضافة الملح والبهارات المطحونة او الماجي وبعد ما تلاحظوا ان الثوم ذبل وطلعت ريحة الزنجبيل نضيف ثلاث ملاعق معجون الطماطم او الصلصة ممكن استبدالها بمعجون البسباس العدني او بملعقتين كبيرة بابريكا بودر نقلب الصلصة لما تنشف تماما ويغمق لونها ضروري جدا انها تتقلب كثير لان سر نكهة المضغوط هو تحمير الصلصة ومثل ما بتلاحظو كيف حمرت الصلصة وتقلقلت وتغير لونها الان اضيف التجاج وابدأ اقلب التجاج مع الصلصة تقليب سريع على نار عالية عشان ما ينزلش منها الماء او اي سوائل في الدجاج نقلبها كثير لما تتحمر ويبدأ يتغير لون الدجاج وتتحمص نضيف مكعب الماجي او البهارات المشكلة وكمان الملح ونقلب ممكن في هذا المرحلة نضيف الكركم والزنجبيل البودر في حال عدم توفر الطازج والان بعد ما تحمر الدجاج نبدأ نضيف الطماط والفلفل البارد ونقلب الطماط لما يذبل ويختفي وبعد ما نلاحظ ان الطماط ذبل نضيف كمية الماء لفوق الدجاج عشان الدجاج ينضج نصف نضاج احنا نشتي الدجاج يكون نضج نصف نضاج عشان بقية نضاجه ينضج مع الرز ممكن تتركه الدجاج ينضج على نار واطية وممكن تضغطه عليه عشر دقائق عشان يأخذ نصف نضاج نفتح على الدجاج ومثل ما بتلاحظه كيف تغطى على الدجاج وما زالت شوية قاسية الان نضيف الرز نتأكد من كمية الماء اذا كانت مناسبة وممكن نضيف كمية ماء مناسبة للرز لازم يكون الماء مغطي او فوق الرز وكمان نتأكده من ملوحة المرق اذا كانت خفيفة اضيفه ملح عشان تتعادل نسبة الملوحة في الطبخة لاحظوا كيف كمية الماء مغطية الدجاج والرز نترك الطبخة على النار عالية لما تبدأ حبات الرز تبين حاولوا تقلبوا الرز من فوق لا تحت على الخفيف عشان تتوزع كمية السوائل في الرز واخر اضافة نضيف الفلفل الاخضر على وجه الرز ونحاول نحرك قدر الضغط بهذا الشكل عشان يتوزع الماء ونضغط على الطبخة في البداية نتركها 5 دقائق على نار وسط وبعدين نوطي النار على اقل درجة ونتركها 30 دقيقة تقريبا هتأخذ معاكم 35 دقيقة وبتكون جاهزة طبعا تقدروا تستعملوا الرز البسمتي او رز مزة او اي رز انتو بتفضلوا طبخته مع المضغوط والان نفتح على طبخة المضغوط شوفوا ما شاء الله كيف الرز نثري ومبين عليه متماسك وحباته ما زالت محافظة على شكلها يفضل بعد ما نفتح على المضغوط نتركه من 5 دقائق الى 10 دقائق عشان يرتاح وكمان حباته تتماسك وتخف منها الرطوبة وكمان يطلع معاكم نثري وحباته محافظة على شكلها لاحظوا حبات الرز لما تركتها 5 دقائق بعد ما فتحت قدر الضغط كيف تغير شكلها وكمان اتماسكت ان شاء الله يكون واضح عليكم في التصوير ما شاء الله تبارك الله طلع المضغوط لذيذ جدا ونكهته مميزة نكهة البهارات الصحيحة بتدي لنا دعم المضغوط الصح حق المطاعم هذا هو المضغوط اليمني الاصيل ان شاء الله تطبقوا وصفتي وتتبعوا خطواتي ويطلع معاكم مضبوط ولذيذ جدا والان اقول لكم استودعتكم الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله والقاكم قريبا مع وصفاتي وتجاربي من مطبخي لالتكك لا تنسوا الاشتراك والضغط على جرس التنبيه ومشاركتي تعليقاتكم في الكومنت لان مشاركتكم جدا بتسعدني وفي امان الله